انطلقت يوم أمس فعاليات المؤتمر الإعلامي السنوي الثالث الذي ينظمه مرصد الحريات الإعلامية ومركز الدراسات والإعلام الاقتصادي على الواقع الافتراضي بمشاركة أكثر من 300 صحفي وناشط حقوقي ومنظمات وممثلين عن منظمات دولية وأكد رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر بأن الصحفيين والإعلاميين في اليمن يعملون في ظروف محفوفة بالمخاطر دون وجود سلطة تسندهم أو إطار قانوني يحميهم واستعرض نصر التحديات التي يواجهها الصحفيون فيما يتعلق بالتحديات المادية والانتهاكات الجسدية والنفسية والتهديدات الرقمية وقال إننا ندافع عن الصحفيين والصحفيات الذين يتعرضون للانتهاكات فإننا نؤكد أن من يمارس هذا التحريض واللغة المبتذلة في النقد والتضليل ونشر الإشاعات لا يمثلون الصحفة الحقيقية وإنما يمثلون ظاهرة عابرة تعكس تشوهات الحرب إلى ذلك أكدت سفيرة مملكة هولندا في اليمن جانيث اسبين مواصلة الدعم للصحافة والمجتمع المدني في اليمن باعتبار حماية حقوق الإنسان في قلب السياسة الخارجية لمملكة هولندا في جميع أنحاء العالم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر